أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع تأمل قداسة البابا فرانسيس خلال لقائه بالمؤمنين المتواجدين في ساحة القديس بوترس في الفاتيكان بموضوع الصلاة التي علمنا إياها يسوع وقال قداسته في صلاة الأبانا حكمة عظيمة وفيها يجب أن نكون متواضعين حتى لا تصبح صلاتنا بلا معنى وأضاف أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في موضوع كيف نكون أكدين أن الله يستجيب لنا قال قداسته نحن نصلي ونطلب ومع هذا في بعض الأحيان تبدو صلواتنا غير مسموعة ما طلبناه لنا أو للآخرين لم يتحق وإذا كان السبب الذي من أجله صلينا نبيلا فإن عدم الاستجابة يبدو لنا شكا وحجر عثرة ثم قد توقف بعضهم حتى عن الصلاة لأنهم يعتقدون أن صلاتهم لا تستجاب يقول لنا التعليم المسيحي يجب أن نكون حذرين قد يكون إيماننا غير صحيح بحتمية الاستجابة نريد نحن أن نبدل الله بدلا من أن نبدل أنفسنا نحن وكأن الله هو الذي يخدمنا ولسنا نحن الذين نخدم الله في صلاة الأبانا حكمة عظيمة إنها صلاة طالبات فقط ولكن الطالبات الأولى موجهتنا لله ولا نطلب شيئا لأنفسنا في الصلاة يجب أن نكون متواضعين حتى لا تصبح صلاتنا بلا معنى ومع ذلك يبقى السؤال عندما يصلي الناس بقلب صادق وعندما يطلبون خيرات تتفق مع ملكوت الله وعندما تصلي الأم من أجل طفلها المريض لماذا يبدو أحيانا أن الله لا يصغي؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نتأمل بهدوء في الأناجيل حتى الصلاة التي وجهها يسوع إلى الآب في الجسمانية تبدو غير مسموعة ومع ذلك استجيب يسوع في يوم القيامة الكريمة الأخيرة ليست للشر بل لله وسيستجيب الله لنا في حينه والآن تحيياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية Salute i fedeli di lingua araba Domenica scorsa abbiamo celebrato la Pentecost e la festa in cui Gesù ha inviato su di noi lo Spirito Santo il Paracleto che rafforza in noi la fede e sostiene la preghiera ripetiamo dunque la preghiera che Gesù ci ha insegnato sia fatta la Tua volontà e non la nostra il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية احتفلنا الأحد الماضي بعيد العنصرة فيها أرسل يسوع الروح القدس إلينا جميعا المعز الذي يقوي فينا الإيمان الذي يدعم الصلاة فلنردد إذن الصلاة التي علمنا إياها يسوع قائلين لتكن مشيئتك لا مشيئتنا ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر ترجمة نانسي قنقر